بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنعمل تطبيقات عملية على قواعد تعديل الربح اللي سبب انها في المعادلة السابقة حالة عملية واحد بلغ صفر ربح قبل الدريبة من وقع قائمة الدخل لأحدى المنشآت الفردية الصناعية مبلغ 150300 جنيه وذلك عن السنة المنتهية في 31-12-2018 فإذا علمت أن رقم واحد تتضمن مصرف وطن المنشآة 20 ألف مكافئات للعاملين تعادل مرتب 4 شهور 11 ألف إهلاك إهلات ومعدات مشترى جديدة بمعدل 20% علما بأن تكلفتها 132 ألف وتاريخ شرائها 1-8-2018 وتم تركبها وأصبحت صالحة للاستعمال في 1-10-2018 وأن المنشآة قامت ببيع أداة معدات في 1-9-2018 بمبلغ 18 ألف جنيه مصروف إعلان 3000 منه 1800 حملة إعلامية مدفوعة في 1 يوليو 2018 لمدة 3 سنوات 54 ألف عوائد قروض مستحقة مستخدمة في النشاط تعادل 40% مستخدمة فضلك عدل مش مستحقة مستخدمة في النشاط تعادل 40% 10 ألف تكلفت شراء حقا اختراعه في 1 إبريل 2018 منتشر للمنتج اللي استقوم منشآة بتصنيعه وأبيعه 5500 تبرعات إنها 4000 جماعية خيرية مصرية معترف بيها والباقي اللي ورثت أحد العاملين 15000 مكافئات ترك الخدمة علما بأنه تم إيداع هذا المبلغ في صندوق خاص له زمة مالية مستقلة 4500 أقصاد تأمين على حياة الممول بقية البيانات تتضمن إرادات المنشآة 1500 فوائد تأخير من بعض العملاء 8000 ديوم معضوها محصلة لم يصبق اعتمادها بمعرفة مأمورية الدرائب 11000 عوائد ودايع بالبنك الأهلي 20100 إيجار مغزن مملوك للمنشآة هو مؤجر للغير بمبلغ 2000 جنيه شهرين ثلاثة معلومات أخرى بلغ أساس الآلاج والمعدات في أول يناير 2018 مبلغ 90000 جنيه بلغ سعر الاقتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير 2018 نسبة 19 في المية طيب أخذ بالك مكين 200 دول أنا بنعمل كشف تعديل الأرباح الصفحة دي هتسيبها فاضية أساسا بإن أنت بتبدأ تملاها أمدة بعد ما تكتب ملاحظاتك على الحل تسيب صفحة فاضية ونبدأ نارى ملاحظاتنا على الحل بند بند في السؤال هقرأ ملاحظاتي عليه وابدأ أتناول أول بند كان جاء لك في السؤال بيقول لك أهو رجعت للسؤال تتضم المصرفات المنشئة 20 ألف مكافئات للعملين تعادل مرتب 4 شهور عنا سبق قلنا أن مكافئات العاملين من المصرفات المسموح بها ضريبية وعلى فكرة جملة المسموح بها ضريبية هي جملة مراضفة تماما لجملة تكاليف واجبة الخصم بلغة الضريب إذن 20 ألف مكافئات للعملين المبلغ بكامل قيمته مصرفات مسموح بها ضريبية أو تكاليف واجبة الخصم بلغة الضريب إذن بهذه الصفة تترك دون إجراء تعديلات ومال إيه الرقم اللي جابهولي تعادل مرتب 4 شهور أكيد هو بيرمي على بند تاني هذه المعلومة هتفدني فيه فحطها في بالك لغاية ما نجي نقابل البند التاني لكن كمكافئات للعملين تترك دون إجراء أي تعديلات يعني مش هكتب حاجة جوا كشف تعديل الأرباح البند رقم 2 11 ألف انت بتشتغل فين دلوقتي في صفحة ملاحظات على الحل في الوقت اللي انت سايب صفحة أسازا فيها كشف تعديل الأرباح مسور الكشف أو مسطر الكشف وسايبه فاضي هنملاقي إمتى بعد ما خلص كل ملاحظات على الحل البند التاني 11 ألف جنيه إهلاك ألاته معدات مشترات جديدة بمعدل 20% تكلفتها 132 وطاريخ شراءة وتم تركبها وأصبعها سرع لإستعب كل الكلام ده ما يهمنيش طب قمال يهمني إيه يهمني الجملة اللي هقولها كلها دلوقتي الإهلاك محاسبيا إحنا هنقول الإهلاك المحاسبي المسجل في الدفاتر اللي هو 11 ألف يضاف إلى صفحة الربح إنما الإهلاك الضريبي اللي أنا هحسبه دلوقتي بعد ما هحسبه يخصم من صفحة الربح هحسبه إزاي هعمل جدول أساس الإهلاك اللي سبق خدناه في الشرح النظر ببدأ بأساس الإهلاك في واحد واحد معطيات في المعلومات الأخرى كان 90 ألف هجمع الإضافات ليشراء آلات والسطر اللي بعدها مباشرة هحسب إهلاك أولي على هذه الإضافات هتضرب فيه 30% وهيبقى الرقم محسوب بالسالب الإضافات 132 الإهلاك الأولي هضرب 132 في 30% والرقم اللي هيطلع بحطوط داخل أقواص هيمترح وهطرح منه كمان الاستبعادات في خطأ مطبع بسلحه الاستبعادات اللي هي بيع آلات هو قالك بكمب 18 بعد ما جمعت وطرحت إهلاك أولي واستبعادات طلع أساس الإهلاك في آخر المدة بعد ما جمعت وطرحت العادي هم الاتنين دول باخدهم برا واجمعهم على بعض ومجموعهم اسمه الإهلاك الضريبي الذي يخصم من صف الربح عشان كده خارج الجدول للإهلاك وبذلك يكون الإهلاك الضريبي إهلاك أولي موفق بكم؟ 39600 زائد إهلاك عادي فوق بكم؟ 41 مائة المجموعة 80700 يخصم من صف الربح إذن الإهلاك يعالج كالقاتي جوه كشف تحديد الأرباح الإهلاك المحاسب اللي جي في المسألة 11 ألف يضاف إلى صف الربح الإهلاك الدريبي اللي حسبته وفقا لقواعد حساب الإهلاك بعد ما حسبته 80700 يخصم من صف الربح ونكمل الجملة اللي بعد كده هرجعك للسؤال أهو الجملة اللي بعد كده أهو في المصرفات قالك إيه بعد الإهلاك؟ مصرفات إعلان وهكذا أنت تمشي بند بند جالك تعمل ملاحظتك عليه وتعلق طيب خلصنا الإهلاك هنشوف موضوع مصرف الإعلان كم مصرف الإعلان؟ هو قالك 3000 والرقم ده جوه 1800 في سفر الزيادة 1800 حملة إعلانية تخص ثلاث سنوات تبدأ في 1-7-2018 ده 1800 من أصل كم؟ 3000 بقيت 3000 في السهم الثاني اسمه إعلان دوري بالره مسبرلان إعلان دوري يبقى الثلاث تلاف أول حاجة فصة نوع 1800 حملة إعلانية و1200 إعلان دوري هنجدنا في الإعلان الدوري أولا الإعلان الدوري اللي هو 1200 يعتبر من التكاليف واجبة الخاصة لأنه أكيد مرتبط بالنشاط وبالتالي يترك يعني 1200 لن تدخل في تعديل الأرباح نخش على 1800 اللي هي في صفر الزيادة 1800 حملة إعلانية أنا هحسب ما يخص السنة اللي هي عن الفترة الواقعة من تاريخ بداية الإعلان اللي هو كام 1-7-2018 لغاية 31-12 نعدهم يطلعوا كام 6 شهور ما يعتبر من التكاليف واجبة الخاصة وبهذه الصفة يترك دون إجراء تعديلات 6 شهور بس من أصل 3 سنوات يطلعوا بكام الـ 6 شهور بقى دول أخذ المبلغ كله وأقسم على المدة كلها 1800 على 36 شهر يطلع نصيب الشهر الواحد أضرب فوقه في 6 الموجود قدام منك 1800 في 6 على 36 بيساوي كام 300 يعني الـ 1800 اللي هم الحملة الإعلانية أنا موافق بس على كام 300 ويبقى بقية الـ 1800 اللي هي الفترة ما بعد 1-3-12-2018 ما بعد انتاء السنة الحالية ما ليش دعوا بيها مصروف مدفوع مقدما سمون كده في المعزبة كون انه لا يخص السنة اذا لا يعتبر من التكاليف ويجابة الخصم اذا يضاف اذا التحليل النهائي لمصروف الإعلان لهو 3000 الدوري سبته باعتباره مرتبط بالنشاط الحملة الإعلانية اسمتها جزئين ما يخص السنة محل الفحص 300 تترك دون إجراء تعديلات وما زاد على ذلك اللي هو الـ 1500 كون انها مصروف مدفوع مقدما يخص سنوات قادمة اذا لا يخص السنة مكتوبة لا يخصم لا يخص السنة اذا يضاف الى صفل يعني كل الموضوع ده خلاصته هناخد 1500 نضيفهم الى صفر البح وبقى العناصر تترك تمام بعد كده الجملة اللي بعدها في المسألة كان بيتكلم على عوائد القروض المستخدمة في النشاط كده 54000 هو كان قيل لك ان الرقم ده العوائد القروض المستخدمة الرقم 54000 ده يعادل 40% من اصل القرد يعني القرد مضروف فيه عائد بمعدل كام 40% يعمل الرقم اللي جالك في المسألة اللي هو 54000 مش عنا اتفقنا ان العوائد المسموح بيها تكون في حدود مثلي سعر الاقتمام والخصم المعلن من البنك المركزي عشان كده جابلك ان سعر الاقتمام والخصم 19% مثلي يعني قده مرتين 19 في 2 تعمل كام 38% اذا جزء من العوائد الاربعة وخمسين الف هيبقى مسموح به اللي هو في حدود مثلي سعر الاقتمام والخصم وما زاد على ذلك لا يعتبر من التكاريف واجبات الخصم هو اضاف هنوصل للرقم ده والرقم ده ازاي هاخر الاربعة وخمسين الف واضربها نسبة وتناسب في 38 على 40 اشمعنا 38 واشمعنا 40 ما هو اللي فوق نسلاي سعر الاقتمام والخصم اللي هو 19 في 2 واللي تحت ده معدل عوائد المدينة اللي جات في المسألة لما اضربت في 38 على 40 طلعب يساوي 51300 هو ده اللي بعتبره من التكاريف واجبات الخصم ازا يطرق طيب وما زاد على ذلك يعني بقيت للربعة وخمسين الف ممكن نحسبها بشكل تاني لربعة وخمسين الف اطرح منها 51 يطلع بساوي 2700 او انا حسبها لك برضو نسبة وتناسب 8 و 30 على 40 يبقى المكمل 2 على 40 يطلع 2700 ازا 51300 تطرق دون اجراء تعديلات 2700 تضاف الى صف الردع نمر 5 تكلفة شراء حق اختراع مبدئيا هو الرقم 10.000 حق اختراع ده احد الاصول السابتة كودة انه يمثل احد الاصول السابتة ودي بنسميها في المحاسبة مصروف رأس مالي اذا مكان ظهوره في القوائم المالية هي قائمة المركز المالي او الميزانية وليس قائمة الدخل اذا كون انه مقيد ضمن قائمة الدخل فده في الاساس اجراء محاسبي خاطئ لازم استبعده من قائمة الدخل فلما استبعد احد المصروفات من قائمة الدخل بنقص المصروفات يعني بزود صفر ربع اذا السابة اليمين دي يقولك كده كون انه اصل مصابت لا يجب ان يدرك ضمن المصروفات بقائمة الدخل وعلى هذا الاساس يتم استبعاده من المصروفات وهذا يؤدي الى يضاف الى صفر ربح اذا يضاف الى صفر ربح العشر تلاف يضاف الى صفر ربح ده مبدئيا الحاجة رقم اتنين العشر تلاف مفروض احسب عليها اهلاك وهذا الاهلاك اعتبره من التكاليف واجبة الخصم واللي هي مش متسجلة اصلا في الدفاتر اللي هو اهلاك حق اختراع مش مسجل حاجة اسمها اهلاك حق اختراع احسب لنا الاهلاك واسجله في الدفتر كني بسجل حاجة مش متسجلة اصلا كاني بزود المصرفات يعني كاني بنقص صفر ايه الربح عشان كده مكتوبة بقى زي السيغة اهلاك حق اختراع غير مسجل في الدفاتر رغم كونه من مش مثل رغم كونه من التكاليف واجبة الخصم ولذلك يخصم من صفر ربح احسبه تكلفة في المعدل في المدة تكلفة عشرة الاف ومعدل الاهلاك الضريبي متفقين حق اختراع ده من الاسوب المعنوية لإهلاك عشرة في المية في المدة من اول ابريل تعد كده ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر من اول اربعة لغات اخر سنة اطلع تسعة شهور في تسعة على اتنشة جيبقى الاهلاك كام سبعمائة وخمسين اذا البند رقم خمسة ده هيتوقص ازاي جوا كشف التعديل هنضيف عشرة طلاب جنيه لصفر ربح باعتبارها مصروش رقسمالي رقم اتنين هنخصم من صفر ربح اللقاء حق اختراع كونه غير مسجل اصلا في الدفاتر كامل اهلاك اللي هخصمه سبعمائة وخمسين تمام خش على البند اللي بعدها اللي هو تبرعات التبرعات دي كان رقمها خمسة تلاف وخمسمائة ودك معلومات عنها قال لك ايه قال لك اول حاجة تبرعات الى جمعية خيرية مصرية أربع تلاف والباقي بقيت الخمسة ونص لورثة موظفين صادقين بالمنشأة بقى الخمسة وخمسمائة لما فصصها لك قال لك منها أربع تلاف فالمعلومات رجع لها أربع تلاف لجمعية خيرية مصرية معترفة دي والباقي اللي هو بقيت الخمسة وخمسمائة خمسة وخمسمائة ونص يبقى الباقي ألف ونص لورثة موظفين صادقين بالمنشأة ناخدها واحدة واحدة خليك في سعر من اللي جاءت الشمال اللي هو الالف وخمسمائة لورثة موظفين صادقين كلنا قلنا ان الاعلان ان التبرع بهذه الصفة هو ان التبرع زيادة الصفة الشخصية وفي النهاية تكاليف غير واجبة الخصم يعني لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم هو بهذه الصفة إذن يضاف إلى صفة الرابعة هنضيف كام ألف وخمسمائة طيب الجزء الثاني اللي هو الاربع تلاف بقى لالجمعية خيرية مصرية معترف بيها هو الكلام العام بيقول تكاليف واجبة الخصم بشرط أن تكون في حدود عشرة في المية من صفر ربح المعدل هذه الجملة لما نفكها كإجرائيا بقى بتتعالج إزاي أثناء عمل كشف التعديل أهو ألف يضاف مؤقتا لصفر ربح كام أربع تلاف وأقول يضاف مؤقتا وكمل الحل لغاية ما وصل إلى صفر ربح المعدل بعد ما وصل لصفر ربح المعدل أحسب الحد المسموع دي للتبرعات وابارة عم حصل ضرب صفر ربح المعدل في عشرة على مية وعشرة بعد كده أقارن ما بين المضاف مؤقتا والمسموع به وأي هو مؤقل هو اللي بيخصم من صفر ربح فأنا حتى الآن هنعمل الخطوة رقم واحد إضاف مؤقتا لصفر ربح والخطوة به وجيم هنعمل لهم إمتى؟ بعد ما خلص كل التعديلات وأوصل إلى صفر ربح المعدل ففي إجراء هعمله دلوقتي وإجراء تاني هأجله وهيتعامل بعد ما وصل إلى صفر ربح صفر ربح المعدل طيب البند اللي بعد كده مكافئات ترك الخدمة اللي هو مساعمة الشركة في صندوق الزمالة اللي هو اتفقنا لأنه صندوق الزمالة ده الحد المسموح به في حدود 20% من المرتبات السنوية للعاملين آه فلما وصلت للمرتبات السنوية هو ليه فأول بند كابهولك قالك المكافئات هديبلك السؤال المكافئات 20 ألف تعاد المرتب 4 شهور اعدفوا من كده هدفوا أنك تقسم 20 ألف على 4 شهور يقوم يجبلك المرتب الشاري للعاملين كام 20 ألف على 4 بسوى 5 الحد المسموح به ليه الصندوق 20% من المرتبات السنوية للعاملين هتفيدني فين في الجزئية دي فهروح بقى عشان أكمل أهي فهدف المرتبات الشهرية في كام في 12 ما بداخل الأقواس يمثل المرتبات السنوية في 20% الشهر 5 في 12 شهر بـ 60 ألف في 20% يعمل 12 ألف يعني مكافئات تاريخ خدمة مفروض المبلغ الفعلي 15 ألف المسموح به فقط 12 هو ده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم وما زاد على ذلك اللي هو اللي زاد عن 12 يبقى كام 15 ماقص 13 بـ 3 لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم ويضاف إلى صف الربح يبقى موضوع مكافئة تاريخ الخدمة اللي هو الحد المسموح به حسبته في حدود 12 الفعلي 15 يعني الفعلي زاد عن الحد المسموح به بمقدار 3 هم التلاتة دول اللي تمثل تكاليف غير واجبة الخصم إذا تضاف إلى صف الربح البند اللي بعد كده قسط التأمين على حياة الممول كنا برضه قولنا قبل كده أن الحد الأقصى المسموح به هو 3000 هو بيدفع 4500 إذا الزيادة عن الحد الأقصى 4500 قصة 3000 بسوى 1000 ونص هم الألف ونص لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم وتضاف إلى صف الربح البند رقم 9 فواية تأخير من بعض العملاء 3500 هو سبق خنق الكلام ده وقلنا ده يعتبر من الإرادات الخضاعة للضريبة لكونها مرتوط بالنشاط إذن كون أنه إرادات خضاعة للضريبة إذن تترك دون إجراء تعديلات دون معضومة محصرة 8000 لم يسبق اعتمادها بمعرفة مأمورية الدرائب إحنا كنا قلنا أثناء الشرح ما سبق اعتماده يترك وما لم يسبق اعتماده يخصم من صف الربح فال8000 جنيه كاملة لم يسبق اعتمادها بمعرفة مأمورية الدرائب إذن المبلغ كاملا لا يعتبر من الإرادات الخضاعة للضريبة وكون أنه مسجل في الدفاتر ضمن الإرادات إذن يخصم من صف الربح الثمانتالف عوائد وداعب البنك الأهلي المصري 11000 ده من بين الإرادات المعافاة اللي اتفقنا عليها كون أنه من بين الإرادات المعافاة إذن يخصم من صف الربح المعدل في المرحلة التانية بتاعت كشف التعديل الجملة الأخيرة إيجار مخزن مملوك للمنشأة 20 ألف هو ده اللي هو إرادة عقار إرادة العقار اللي هو المخزن عقار من الإرادات الخضاعة للضريبة بس القيمة الواجب إخضاها هي الإيجار عن سنة كاملة 12 شهر يعني 2000 شهري في 12 يعني 24 ألف يعني القيمة الواجب إخضاها للضريبة هي إيجار المخزن عن سنة كاملة يعني 24 ألف هو مسجل في الدفاتر 20 قلنا قلنا نتعامل إزاي أطرح القيمة الواجب إخضاها اللي هي 24 ألف نقص القيمة المسجلة في الدفاتر اللي هي 20 ألف 24 نقص 20 بيساوي 4 بالموجب فده إراد أسميه إراد عقار مستحق يضاف إلى صفر ربح إحنا كده قلنا قواعد الإيه بقى طبقنا قواعد التعديل على بيانات المسألة وقلنا ملاحظات على الحل هذه الملاحظات بقى أجمعها واحدة واحدة وأرجع عن إيه لها بقى في الكشف الإيه بقى في كشف التعديل اللي أنا كنت تسهيب له صفحة فاضية آه صفر ربح من واقع قيمة الداخل 150300 يضاف إليه أو يخصم منه أول بندة اعنا تعملنا معاه قلنا الإهلاك المحاساب يضاف والضريب يخصم أهو الحاملة الأرانية كان فيها زيادة 1500 تضاف كل جملة انت بقى كل جملة قلت عليها يضاف والله يخصم بتحطها جوه إيه جوه الكشف ده يعني الكشف ده تعمل إمتى اتعمل بعد ما انتهت من كل ملاحظاتي على الحل ملاحظة ملاحظة أشوف إيه تأثيرها على الربح وسجل ده جوه كشف الايه التعديل عواقق قروض لا تطور من التكليف واجبة الخصم حسبناها تكليف الشراء حق اختراع إهلاك ضريب الحق اختراع كل الكلام ده إجراءات سبق عملناها جينا على التبرعات لجمعية خارية مصرية مؤقتة حطيت رقم جوه برواز ليه حطيت رقم جوه برواز عشان أفكر نفسي ان ده إجراء مؤقت هيعقبه إجراء نهائي هيتعامل إمتى بعد ما خلص كل تعديلات الربح فوجود الرقم جوه مربع يذكرني بكده بس فنحطه جوه مربع عشان أفكر نفسي وانت تعمل نفس الإجراء خلصنا كل التعديلات كان آخر التعديل فيهم هوا الربع قار مستحق 4000 يضاف إلى صف الربح يضاف إليه بالموجب ويخصم منه بالسالب لما انت خدت الأرقام الموجبة وجمعتها في رقم واحد والسالبة وجمعتها في رقم واحد هتلاقي إن مجموعة السالب أكتر من مجموعة الموجب بـ 50250 عشان كده الرقم 50252 الشرطه إيه؟ سالبة لأن مجموعة الأرقام السالبة أكبر من مجموعة الأرقام الموجبه بدا خصمت الرقم ده من صف الربح تلع صف الربح المعدل قبل خصمة تبرعات 100150 هو بقى ده اللي هيخليني أعمل إجراء المكمل لموضوع التبرعات المضافة مؤقت أبدأ حاسب الحد المسموح به للتبرعات الحد المسموح به هو صف الربح المعدل اللي جبناه من شوية مضروف في 10 على 110 طلع بيساوي 9095 أقارن ده بالتبرعات اللي سبق دفتها مؤقتا اللي أنا حطته جوه برواز اللي هي 4000 وأيها مؤقل هو اللي وعاد خصمه من صف الربح فاخد بالك بقى دفت الربح فوق كم؟ أربعة ورجعت خصمتهم مرة تانية لأن الأربعة كانت في حدود المسموح به دريبيا إذن التأثير النهائي على الربح تم اعتماد كل القيمة ضفته ورجعت خصمت نفس الرقم اللي سبق ضفته فتأثير النهائي على الربح كان سفر يعني ما عدلتش ليه ما عدلتش؟ لأنه طلع في حدود المسموح به ضريبيا شلت لربعة مرة تانية جبت صف الربح المعدل بعد خصم التبرعات كده ده نهاية المرحلة الأولى بأخذ الرقم ده وبأخذ منه الإيرادات المعافاة لأنه كانت في المسألة عوائد وداع بالبنك الأهلي لمصر 11 ألف طلع عن صف الربح الضريبي النهائي 85,050 إذن الصفحة رقم واحد في الحل اللي عندك اللي هي كشف تعديل الربح هذه الصفحة تطرق خالية انت بس تسطر التسطيلة بتاعتها بس وتسيبها خالية وتشتغل بقى على إيه ملاحظات على الحل بند بند تفصصه تشوف تأثيره النهائي على الحل إيه وبعد كده بعد ما تخلص كل ملاحظاتك على الحل جمع بقى الأرقام اللي انت حسابتها وشوف بقى مين فيهم بأسفع ربح بالموجب بالسالب وتنفذ وبعد ما تنفذ تطلع صف الربح المعدل كان من بين السؤال فيه تبرعات فبالتالي اسمه صف الربح المعدل قبل خصم التبرعات تنفذ بقى الخطوة النهائية في التبرعات انك تقارب ما بين التبرعات اللي سبق إضافتها مؤقتا والتبرعات الحد المسموع بها صف الربح المعدل مضروف في 10 على 110 وتخصم أيهما يعني أي المبلغيني أقل يخصم من صف الربح وبكده انتهت التعديلات وتخش على المرحلة التانية اللي هي تطرح الإرادات تطرح الإرادات المعافلة كده انتهت المحاضرة التانية ونشوفكوا بقى على خير في المحاضرة التالتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر